السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأصارد فيه خبرا عاجلا يقول اليمن توسع رقعة المواجهات جوا وبحرا وإلى التفاصيل وسعت القوات اليمنية اليوم الأربعاء من دائرة المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي وداعميه في الولايات المتحدة وخلال 24 ساعة أخيرة نفذت القوات اليمنية عمليات واسعة تنوعت من الهجوم الجوي على مدن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بالتوازي مع المعارك التي خاضتها ضد القوات الأمريكية وبوارجها في البحر الأحمر وخليج عدن وأكدت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بايل لها اندلاع مواجهات عدت بالأعنف منذ بدء القوات اليمنية قرار حضر الملاحة إلى الموانئة الإسرائيلية والعمليات الواسعة التي من ضمنها استهداف أربع صف أمريكية وبريطانية واستهداف البوارج الأمريكية بصواريخ باليستية تأتي لأول مرة وفكما احترفت به اتفاع الأمريكية إضافة إلى إسكاط دائرة MQ-9 تعد تنفيذاً لقرار اليمن تصنيف أمريكا وبريطانيا الدول المعادية رداً على تصعيدهما المستمر على اليمن وتشير العمليات المتصاعدة للقوات اليمنية والتي رافقها إدخال أسلحة جديدة من ضمنها غواصات مسيرة وذلك سريعة إلى تدور في العمليات اليمنية ضد القوات المعادية أشكركم على حسن تابعوا الإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات هذه خلص تحيياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة